تعاني عدة مناطق في محافظة الأنبار من انتشار المبازل القريبة من سكان المدن هنا في مناطق شمال الرمادي عبر المواطنون عن تذمرهم من واقع هذه المبازل التي باتت تسبب لهم الأمراض والروائح الكريهة بحسب قولهم هذا المشروع لأن والله سببنا أمراض جثيرة وأخرى ثانية أوصاق ما أوصاق قسما بالله العظيم هذا المشروع أكثريت أكثريت المرض اللي موجود هو كل سبب هذا المشروع مشروع يطلع مسافة تقريبا كيلوين بداخل المنطقة حصريا بداخل المنطقة جهة يمنى وجهة يسرى أعني هو هذا المؤدد الرئيسي للمنطقة مالتنا نحن هالمنطقة نستغيث من هذا البازل على منطقة كاملة ومناشدة من إلى محافظة الأنبار وبلدية الرمادي أن يتجهون لأننا شعب من الرمادي حالنا حال الناس يتجون على هذا البازل لا نقدر نطلع النزيزة صعدت بالبيوت بازل متأذين من وراء وتقول إدارة الموارد المائية أنها ما زالت تواجه مشكلة المخلفات الحربية التي تسببت بتوقف أعمال الكري وتنظيف المبازل الرئيسية وفي حال تطهيرها من الألغام سيتم تنظيف أول مشروع بطول 23 كيلومتر من أجل تسليك المياه إلى مشاريع المبازل أهم مشكلة تواجهنا بأعمال التطهيرات هو وجود مخلفات حربية في المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة على المبزل الرئيسي لم تزال لحد الآن بالرغم من المفاتحات المستمرة للجهات الإدارية والجهات الأمنية في حالة إزالة هذه الألغام سيتم تطهير المبزل الرئيسي في المرحلة الخامسة بطول 23 كيلومتر هذه المبازل أنشئت لأغراض عديدة منها سحب المياه الجوفية من الأراضي الزراعية والقضاء على الملوحة لتبقى هذه المبازل خدمة لاستصلاح الأراضي ولا يمكن طمرها هذا ما قاله مختصون في هذا الشام من محافظة الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير تنزل قناة التغيير